موسيقى لنا لو لا قيامة المسيح فإيماننا باطل كرازتنا باطل كل شيء نفعله باطل المسيحية بدون قيامة ولا شيء لذلك قيامة يسوع هي النصرة قيامة يسوع هي فرح قيامة يسوع هو نقلنا من مكان إلى مكان لو كان يسوع ظل في القبر كان نحن أيضا حملنا خطايانه كان الفداء لم يكتمل لكن اكتمال الفداء هو في قيامة الرب يسوع المسيح هللويا آمين ثم آمين رحق على ما سامعكم من رسالة بورس الرسول إلى كنيسة روميا صاح الأول من عدد 2 إلى عدد 6 وتقول كلمة الرب الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة الروح القداسة بالقيامة من الأمواد يسوع المسيح ربنا الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم الذين بينهم أنتم أيضا مدعوون يسوع المسيح آمين ثم آمين فضل رتاحه وأيضا سأشاكك بتأمل بسيط جدا في تمثاؤس الثانية والآية الثانية عدد ثمانية أي من الآية الصح الثاني عدد ثمانية وتقول كلمة الراب أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي بس الآية الآية بس تمثاؤس الثانية صح الثانية عدد ثمانية أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي حطيت عنوان تحت لهذه الآية قام بافتخار وسيملك بانتصار ذكر هذه الكلمة قام بافتخار وسيملك بانتصار بالبداية بولوس الرسول يقول لي تيماثاوس اذكر يسوع المسيح وهذا أعظم تشجيع أن نحن بولوس يشجع تيماثاوس اذكر يسوع المسيح المقام من الأموات أي يعني لنذكر كيف المسيح احتمل الآلام احتمل الجهاد وقبل أن يتأخذ جسد ومات من أجنة هذا هو يسوع المسيح مثل ما يقول في عبراني 12 على 3 يقول التفكر الذي احتمل مقاومة من الخطات كي لا نكل ولا نخور في نفوسنا يسوع من يقول بولوس يقول يسوع المسيح يسوع الإنسان المتألم لكنه الآن اسمه يسوع المسيح والمسيح أي المرتفع والممجد يعني المكلل بالمجد والكرامة بعد أن ده ينتقل ده يقول المقام من الأموات يقول الذي قام منتصرا في طريق خدمته في طريق خدمته 3 سنوات ونص الرب يسوع المسيح المقام من الأموات تسلح بالنية الألم حتى الموت يقول لعنا أنه تألم حتى الموت أي موت الصليب وتذكر صدق كلمتها في تمثاوس 2 عدد 12 نفس الآية تقول نفس الإصحاح إن كنا نصبر فسنملك أيضا معهم ولهذا السبب لقد وصل المسيح للأمجاد لمجد السماء مرورا بالصليب والقبر وهذا ما يجعلنا أمناء في اعترافنا في المسيحية والسبب هو ثقتنا في قيامته أن المسيح قد قام من نسل داود بحسب الآية من نسل داود أي من نسل ملوكي يسوع المسيح من نسل داود من صبط يهوذة أي من نسل ملوكي إنه الملك الذي تحققت فيه كل وعود العهد القديم قررت كتابها قبل فترة صعب جدا تتحقق كل الوعود في شخص واحد لكن كل الوعود تحققت في شخص واحد الذي هو يسوع المسيح أي المسيح المنتظر مع أنه لم يملك في هذا العالم لكن ملك في قلوبنا الرب يسوع المسيح قال المملكة ليست من هذا العالم الرب يسوع المسيح هو ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح ولد وملك في قلوب كل مؤمن كل مخلص هذا هو الامتياز اللي الرب أعطاه أنه لذلك يقول عنه بالكتاب المقدس يقول ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ولا يكون لملكه نهاية مصدقين هذا الوعد؟ ولا يكون لملكه نهاية موت يسوع وقيامته أي هو ولا يكون لملكه نهاية هذا هو إلهنا المحب الآخر كل ما قالها بولوس بحسب إنجيلي أي إنجيل المسيح المقام والممجد في السماء الذي وعدنا به بالمجد ذاته هو اللي قال في إنجيل يحنى وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني لذلك أخوي وأختي اليوم أنت في هذا المكان ليس صدفة نحن اليوم مجتمعين دا نحتفل بقيامة رب المجد قبل ألفين سنة هو قام هو ذا القبر فارغ بولوس قال أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ هو ذا الأسد الذي من صبت يا هو ذا قد قام منتصرا لذلك أفرح وتشجع لأنه يسوع قد قام يسوع انتصر أبليس تحقق الوعد الأول المسياني الذي يخرج من نسل المرأة سيسحق رأسكي وأنت سوف تسحقين عقبه لذلك تحقق هذا الوعد في قيامة يسوع المسيح أفرح بإسم ودم يسوع آمين يا شعب الرب آمين ثم آمين والربي بارككم